يجب أن نعطي بكل ما لديه باش نوصل للنهائي وخاصة أنه هذا التحدي تاعي شيف بلال، سار دورك تعلن تفاصيل تحدي جولة الرابعة للزملائك وإيش الطبق اللي تبغان نحضرونه، تفضل اليوم راح نتحدى حالي ونتحدى للزملاء تاعي بحاجة نتان ما عملتهاش شيف كي ما تعرفوه أنا فز دمر متين مكون واحد يعني فز بالخيار وفز بالطماطق بلال ما تنسى خير نحن بتحدي مكون واحد عملنا أطباق خرفية في النهاية نهرتها ما مع بعضش كنا عم نفكر سراح نتحدىكم في طبق سيكون مكون واحد اللي هو الانديف بخ هنبي البلجيكية مكون مانوهيين أبداً فيها مرورة مطبيعية اخترت الانديف لأنه صعب بشي طلع الأدواق من لول هون اللعبة بهذا التحدي ندرت وازن طعم هنبي البلجيكية بدون ما يكون طعم المرار واضح ما رح تستعملوني بروتيين ولا شيء لازم يكون هو النجم كان نستعمل أجبان بركاش بروتيين حتى الأجبان ممنوع تحدي منه هين أبداً بحاجة لأذكر وعندكم 25 دقيقة وآخر واحد يطلع من المخزن رح تتغلق المخزن حسيت إن هاي الجولة فيها احترافية فيها شف قاعد يفكر صح لا أعرف كيف تستعمل معه إنه يخذنا على ملعبه شف بيلال فيه احتمال كبير حدا يعمل طبق أحسن من طبق احتمال كبير في نصف نيائي هل دي المخاطرة قلت من خاطر ونشوف نروح نيائي نرجع لي البيت فإذاً شف بيلال المتفاعل دائما بالأطباقة اللي يحضرها واللي نجمها مكون واحد الحابب يتحداكم بضحتيه الطبق من مكون واحد هو الاندايف وأذكركم إنه تباب المخزن سيسكر بعد آخر شف طلع منه ومعاكم 25 دقيقة جاهزين؟ جاهزين وقتكم يبدأ تحين بلش وقت سرقتنا كلنا على المخزن لازم نفكر بسرعة وناخد كل الأعراض بمياها ومن آخر شف طلعون المخزن خلص المخزن بسكر ونفعش نقدر نفوت عليه بعدين أتغرس وتفكر شو هن المقونات اللي تمشي منيح مع الهن بالبلجيكية شف بيلال مرر مصعبها عليهم اختر لهم هندب البلجيكية وقال لهم لا تستخدم ولا جبنة ولا تستخدم فروتين بس كيوني تعمل الفيكيناو كتير طيبة نعم أعتقد أن الهن يعمل جيدا بلشت طفح أخضر ليمون قلت قلت خداية اليوسوفية البخدونس خداية البتين المجفف المشماش المجفف ممكن يستعملوا مكسرات أخذت سبيب أخذت سنوبار أقاتت الغراضي وظهرت مرة واحدة كنت أنا أخر واحد وسكر بوراي باب المحزن بدي بالي الشغل بدي طلعب الصيني ونجبت عنديف شوة الدربة هاي جاي أمل تحدى عنديف ما معي عنديف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر